عايز اتكلم فيها في اطار هذا الموضوع وانا قلتلكم لكده طوال الاسبوع اللي فات وقبل في مباراة امس امام نادي الاهلي وهو بيلعب مبارح وبعد فوزه بهدف مقابل اشيء 1-0 على حرص الحدود قلت لحضراتكم ان هناك قرارات هامة جدا جدا سيزرق مجلس ادارة نادي الاهلي النهاردة الحقيقة هناك البعض هناك البعض من الاشخاص كما وصفهم البيان هناك البعض من الاشخاص اللي بتلاقيهم دايما بفاكرين ان صمت مجلس الادارة وسكوت مجلس الادارة وعدم الرد في اوقات معينة ان ده ضعف من مجلس ادارة النادي الاهلي ولكن انا دايما كنت بقى اصر خلال الفترات اللي فاتت ان ده اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا 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 النادي الاهلي بيشوف الناس كلها بتعمل ايه او مجلس ادارة النادي الاهلي وهو يعلم ان في ظهر جمهوره بيشوف كل الناس بتعمل ايه وبتقول ايه وعارف هو حيرد امتى وعارف هو حيرد امتى وحيقول ايه وده اللي حصل النهاردة قرارات او تمن قرارات لمجلس ادارة النادي الاهلي كلها قرارات مهمة جدا جدا البعض على السوشال ميديا قال ايه قال لك النادي الاهلي اعلن الحرب على اتحاد كرة القدم وعلى نادي المش عارف ايه ونادي ايه ونادي ايه النادي الاهلي لم يعلن الحرب يا جماعة ولا حاجة النادي الاهلي اعلن الحق خدوا بالكم من الكلمتين دول كواس جدا النادي الاهلي لم يعلن الحرب النادي الاهلي اعلن الحق واعلى كلمة الحق النادي الاهلي لم يعلن الحرب ولكنه اعلن كلمة الحق اللي حصل خلال الفترات اللي فاتت وزي ما قلتلكو دايما ودايما بقولكو وعايزكو تفضلوا كده جماعة عايزكو تفضلوا دايما هما اللي بيقولوا مش احنا نحنا دايما فخورين بنادينا شايفين ان احنا احسن نادي وشايفين ان احنا كجمهور طبعا نحنا افضل فريق وشايفين كل حاجة كويسة عارفين ليه لان احنا عندنا جمهور يهز الحجر جمهور هو اللي حامي اسم هذا النادي فمش عايز حد يقلب من اي حاجة وكل الكلام اللي طالع ده نفس طريقة الكلام وللناس اللي بتتكلم وبتقول الكلام هو هو ما بيتغيرش زهقنا والله زهقنا غيروا جماعة اقولوا حاجة تانية زهقنا بقى غيروا غيروا شوفوا حاجة تانية اقولوها قلتولنا يعني استوانا مشروخة بقى استوانا مشروخة وزهقنا منها والناس كلها زهقت الناس كلها زهقت منها ما عندناش مشكلة عايز تقول يعني اللي عايز يقول كده يقول ما عندناش اي مشكلة احنا بنرد بالدلائل والبراهين والكلام اللي احنا بنقوله كمجلس ادارة انا النهاردة بصفتي أهلاوي وبصفتي بحب نادي ده وبصفتي واحد من جمهور نادي ده فخور جدا 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 بهذه القرارات اللي حيطلع بقى يقعد يقول لك استوانا والله قبل ما أشوف رد أي حد قلت لهم فلندا حيرد يقول كذا 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 وفلندا حيرد يقول كذا 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 الأول رد وقال نفس اللي أنا قلته بالزبط طولهم حيقول كذا وكذا 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 لسه الباقي حيتولى دلوقتي أو حيتولى بعد كده الرد على قرارات مجلس إدارة نادي الأهلي ولكن هو نادي الأهلي كده يقعد يسنى الظهره كده ويشوف الدنيا ماشية زي وبعدين يقول القرارات اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايزها وخدوا بالحضراتكم هذه القرارات ماشية مع سياسة الدولة النادي الأهلي مش مش لوحده النادي الأهلي مش النادي الأهلي عندما يفكر لا يفكر وحيدا ولكن بيفكر في اسم مصر قبل اي حاجة تانية بيفكر في اسم مصر الاول قبل اي حاجة تانية مش زي ناس كده تطلع عايزة تعمل فتنة وتثير فتنة هقول لكم هقول لكم ايه اللي حصل برضو في موضوع الحكم الخامس ده اللي تقال فجأة وطلع فجأة ما هو الا مجرد اثارة للفتنة لكن خلينا يكمل معاكم الاول في الموضوع ده النادي الأهلي يقعد ويحط رجل على رجل كده ويفكر ويقول انا هعمل واحد اتنين تلات اربعة والباقي بقى كله يقعد يلف حوالي نفسه كله يقعد يلف حوالي نفسه كده كل الناس انا اقول لها يا العظيم من النهاردة من ساعة ما قرارات مجلس الادارة دي طلقت تليفونات 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 شفت قرارات مجلس الادارة وكلنا كنا متوقعين قرارات لمجلس ادارة النادي الأهلي تصدر بهذا الشكل الرائع وبهذا الشكل اللي يتوافق مع جمهوره وفي نفس الوقت خدوا بالحضراتكم النادي الأهلي لما بيقول كلمة أو بيقول قرارات معينة من مجلس إدارته يجب أن تتوافق مع اسم البلد اللي احنا مصر دي هي اللي حمية للناس كلها اسم بلدنا ده فوقينا كلنا خدوا بالحضراتكم الكلام ده كويس اسم مصر ده النادي الأهلي عندما ياخد قرار بيعمل في حاجة وهو بيتخذ هذا القرار بياخد اعتبارين الاعتبار الأول المصلحة العليا للبلد وبعد كده مصلحة النادي الأهلي المصلحة العليا للبلد لأن هي الأساس وبعد كده اسم النادي الأهلي فخدوا بالحضراتكم كده اللي بيقرأ القرارات وبيشوف قرارات النادي الأهلي حاليا قرارات كلها محترمة جدا طريقة الكلام وتفصيل الكلام محترم جدا بمنتهى الاحترام احنا بنقولك انت رجل يعني انتو موقفين عندكو حد موقف بدخلوا ليه هو كابتل أحمد مجاهد المتحدث باسم اتحاد كرة القدم عندما طلع بعض الاجتماع الرسمي الرسمي وقال ان ده اجتماع تنصيقي هو ده ينفع الكلام ده هل ده ينفع الكلام ده ترجمة نانسي قنقر